في الحلقة أما الآن لنبدأ كيف تجربتك في البودكاست يعني؟ بشكل عام؟ متاس البودكاست لكن كمقدم فيها جهد صراحة فيها جهد ذهني عالي 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 والله؟ لأن يجونك ضيوف وفي الأخير يعطيك عموميات تضطر أنك تسمع تقمص دور خاصة إذا كنت في الموضوع عارفه كيف أنت تتبنى فكرة الجهل في داخلك ثم تطرحها باسم المشاهد لكن لماذا تتبنى فكرة الجهل؟ لأن تصبح أنت عارفها الفكرة ويمكن عارفها أكثر من ضيفك أحيانا متاس فإذا ستقفز فجوات المعرفية التي بالنسبة لك والضيفك ألف باء في هذا المحور هي بالنسبة لمستمع جديدة فكيف أنت تبنى موقف المستمع هو صعب شيء كذا يعني معني ماشيت حلقتك الأخيرة مو بحلقة هذه اللي كانت فضفطة التعليقات خفت أسمعها أحسنت وتؤطرني والله قلت بسمعها إذا طرعت بعدين يعني بس يعني أريد أن البودكاست يأخذ راحته وأنه ليس برنومج تلفزيوني وأنه ليس بإطار واضح فالبودكاست هو أي شيء فبس أريد أن أقول أن البودكاست أي شيء فعاد أن يكون جاد عاد أن يكون موجاد والله أنا ما أدري أنا أحس أنك أنت أنت متبوع في عدم الجدية متبوع يعني قدت شكل البودكاست إلى أن يكون بنشمارك حتى إذا جلسنا في بعض الجمعيات وبعض الجهات الآن في توجه كبير للبودكاست كبير يعني موضع يعني إن شاء الله موضع حميدة فدائما يقولون أن عبد الرحمن بالمناسبة ترى أنت بتلعت المنتج وليس المنتج بتلعك بمعنى أنه ما يقنون ثمانية ولا يقنون فنجال يقنون من درحمن أبو رحمن أبو مالح هذا طيب ما شاء الله لا لا حاجة طيبة هذا الحد لله بس شيء اللي خلاك تتحول من التعليم إلى اهتمام بالعلاقات اللي خلاني أختار العلاقات هي جانبين أول شيء أنا كتبت عن الذات نفسها كذا كتبت عن الذات كتاب كامل اسم الشخصية القوية أن كيف أنت تكون شخصيتك جيدة بحيث أنك تستطيع أنك تعيش وسط الناس بس ليش اخترت تعريفة قوية عشان تصير جيدة الشخصية القوية شوف العلاقات إذا تدخلها لازم تدخلها معك معك سيف وغمد ودرع أي فيه وخز فيه تهويب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة